اشتركوا في القناة اخصه في 26 حديث ذكرها النووي في مستان العارفين ثم جاء مولانا النووي وأكمل عليها فسميت بالأربعين النووية أنا أكرر مولانا ابن الصلاح المنتقل سنة 643 هجرية هو كان في زمانه عالم السنة الأوحد وكان لا يتولى رئاسة المدرسة الأشرفية إلا عالم السنة في زمانه فتولاها ابن الصلاح ثم شاء الله أن مولانا ابن الصلاح رضي الله عنه وارضاه وجعل الجنة مثوى جلس على مقعده في المدرسة وقال دعوني ألخص لكم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فلخص لهم السنة في 26 حديثا هذه الأحاديث قال أن كل حديث منها يندرك تحت الأحاديث الكثيرة فمثلا لا ضرر ولا ضرار يدخل تحت الكثير من الأحاديث ثم جاء مولانا النوي وأكمل لكن النوي قال كلام عقيم قال إني لأصلي وأسجد في كل مكان في المدرسة الأشرفية ليه مولانا النوي قال لعلي أن أسجد على مكان مشى فيه ابن الصلاح لعلي أن أسجد في مكان مشى فيه ابن الإهة هذا ابن الصلاح وكتبه عمد إلى الآن مقدمة ابن الصلاح في مصطلح الحديث من الكتب الرائعة التي جمعت متفرقات هذا العلم ولذلك هي كانت النهاية وكل ما جاء بعدها إما يختصر إما يشرح إما ينظم إما يفعل حاشية إما 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 ابن كسير يختصر في البعث الحثيف الإمام النوي يختصر في الإرشاد الحافظ العراقي يفعل المنظومة الفيت العراقي في مصطلح الحديث زكريا الأنصاري يشرح فتح الباقي شرح الفيت العراقي وهي مصطلح الحديث مولانا السخاوي أجمل من شرح هذه المنظومة كل أهل العلم الكبار يفعلون هذا ويقرؤون هذا ويفعلون ابن حقر العسقلاني قرأ المقدمة وله عليها مختصرات وله شرح أيضا سبحان الله كأن الله كان راض عن هذا الرجل فكتب له القبول في فروع العلم الكثير